فيل هيث نجم كمال أجسام الأسطوري في البداية تخيل نفسك داخل عالم كمال الأجسام عالم الأجسام الضخمة والعضلات المتفجرة وهنا يظهر فيل هيث بطل كمال الأجسام الأمريكي الذي أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي كمال الأجسام في التاريخ طيب مين فيل هيث ده؟ وليه قصته مثيرة للانتباه؟ فيل هيث أتولد سنة 1779 في مدينة سياتل بولاية واشنطن الغريب إن فيل في البداية مكنش لاعب كمال أجسام بالعكس كان لاعب سلة جامعي في جامعة دونفر لكن بعد ما حس إنه مش هيحقق الشهرة اللي بيحلم بيها في السلة قرر إنه يحول تركيزه لعالم كمال الأجسام وده في بداية الألفينات أول ما دخل المجال اكتشف حاجة خطيرة إن جسمه قابل للتحول بشكل غير طبيعي والعضلات بتتضخم بسرعة رهيبة فيل هيث دخل أول منافسة له سنة 2000 تلالع ومن وقتها وهو قاعد يحقق انتصارات لكن الحاجة اللي خلت اسمه ينكتب في كتب التاريخ هي لما فاز بلقب مستر أو المبيا لأول مرة في 2011 وفضل بطل مستر أو لمبيا لمدة سبع سنوات متتالية ده رقم مش أي حد يحققه وأصبح اسمه مرتبط مع أساطير كمال الأجسام زي أرنولد شوارزينيجر وروني كولمن ليه فيهيث مميز؟ فيل كان مميز في حاجة الكل كان بيحلم بيها التناغم العضلي بمعنى إن جسمه مش مجرد ضخم وعضلاته كبيرة لكن كمان التفاصيل العضلية عنده كانت دقيقة جدا كل عضلة في جسمه كانت بارزة بطريقة مدهشة وده كان بيخليه يلفت الانتباه دايما في البطولات لكن مش كل حاجة كانت سهلة فيل واجه مشاكل في حياته منها إصابات في البطن خلت ناس كتير تنتقد مظهره في السنين الأخيرة وبرغم إنه فقد اللقب في 2018 لصالح شون رودين لكنه فضل رمز في عالم كمال الأجسام فيل مش مجرد لاعب كمال أجسام هو مصدر إلهام لأجيال كتيرة قدر يثبت إن الإصرار الانضباط والعمل الشاق بيجيبوا نتائج جبارة وكل دخلا واحد من أعظم الأسماء في تاريخ الرياضة دي ختاما فيل هيث هو المثال الحي على إنك مهما كانت بدايتك دايما في فرصة لتغيير مسارك وتحقيق أحلامك المهم إنك تؤمن بنفسك وتشتغل بجد دي كانت رحلة قصيرة عن فيل هيث اللاعب اللي كتب اسمه بحروف من زهب في عالم كمال الأجسام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر